سلام عليكم كيف الحال اخوانا اليوم راح أوريكم ايش قطع البي سي اللي تشتريها مستخدمة او معاد تصنيعها او ايش اللي تبعد عنها اه قطع بي سي او سيت اب بشكل عام بما انه لي خبرة في القطع المستخدمة ماشاء الله عليها اكلتها على وجه كذا مرة اشتريت مرة هاردسك وخربان الكرتصات اشتريت معاد تصنيعها ماشاء الله خمسة سنين ذا حين فيه اشياء وفيه اشياء خلونا نبدأ عرضه بما انه اي باي افضل موقع في الامور المستخدمة يعني والمعاد تصنيعها برضو امازون راح تحصل بس في قطع كثير في اي باي ما راح تحصلها في امازون ثم عليكم انا ما شاء الله عليها قاعد ابحث عن اشياء ما شاء الله بي سي اكيد اكيد عن البي سي يعني ما شاء الله مثلا كي سيفينتي خلينا نكتب اول شي فالو تلاحظوا جانا على طول كي سيفينتي مستخدم مواضح من الصورة ايبا فيه 30 دولار تقريبا بس هذا بد هذا نظام المزايدة فيه لو مقطع انا قد نزلته يعني ان اشتريت الابتوب بتوقع فممكن ترجع له انا مراح يشرح المزايدة اللي هي السوم يعني لان ما يخلص ثلاث ايام ويخلص تحط سامتك لانما يعني انا ما ابا سوم اب طبعا شي اشتري على طول فرح تجي هنا فوق تختار بايت ناو يعني ما في سوم خلاص تشتري الان تدفع وتاخذه فجاءت هنا كيبوردة كي سيفينتي مستخدمة 64 دولار اه 34 دولار بس هذا الكي سيفينتي قديم اتوقع انواع واشكال بيعين مختلفين فالاسعار لو تلاحظوا نص السعر الكي سيفينتي الجديد قيمة تقريبا لو نكتب في امازون حول المية دولار يعني فخلين نكتب مكي تو عشان يطلع لنا النفس يعني طبعا معلاش هنا فيه الكنديشن برضو تفلترها لانو جات جدي اذا نشوف سعره 130 دولار فانا اخذ اليوزد من هنا وهذا هي الانواع على حسب الحال على حسب السعر انا شايف الكي بورد هذا بالتحديد ما هو فرق كبير عن السعر الجديد يعني 80 دولار اه مثلا هذا الربد فيرم كتو والجديد منه 120 تقريبا ففي ذي الحال انا فضل انك تاخذ جديد وخلاص الا اذا مرة مرة يعني تفرق معاك الثلاثين دولار اه هذا مستخدم وانا شايف ذا حين تشوف الصور زي كذا في البداية والله نظيف انا شايفه نظيف صراحة تقرأ تحت ايش مكتوب الكنديشن يكتب لك انه اذا في مشكلة هنا تحت لما تنزل مو كاتب شرح غالبا الشرح بيجي هنا انه اذا في خلل في الزر الفلاني او كسر معين في الصور يبان بس هو يكتب لك زيادة مثلا نروح لذا الكي بورد خلينا نشوف تحت كاتب شوفه اكستريملي جود كنديشن يعني مرة نظيف ما في مشكلة هذا شرح بسيط كيف انك تبدأ تشوف القطع المستخدمة في اي باي بالنسبة للمعاد تصنيعه نفس الكي بورد نفس القطع اللي تتعرق انا بس شرحي على كي بورد تختار كنديشن ما تاخد يوز تختار اللي هي السلر رفور برشد طبعا خلونا نشيل الخيار من يوز اي نختار مرة ثانية هنا بعدين نرجع لسلر رفور برشد يعني معا التصنيعه فجانا واحد معا التصنيعه بتسعين دولار للاسف شوفوا معا التصنيعه غالبا في قطع تلقى كثير وفي قطع ما رح تلقى لشي واحد كي بوردات هنا في ذا الحالة يعني ما في اللذة هذا هو المعاد تصنيعه يعني شي كان خربان او شي تراما فجددوه او صلحه وتأكدوا انه شغال مو صلحه او رمو لك يكتبوا لك هنا انه والله شوف هنا يقول لك انه ما عليه ضمان انه ما يعني انه بس شي اكو عليه شوفوه شغال وتأكدوا انه فولي ووركينج و اكسلنت كنديشن لانه جديد يعتبر خاص نظفه القطع ما تصنيعه تجيك ارخص من الجديد هذا بتسعين دولار الجديد من الربد فار نفسه بمية وعشرين دولار زي ما شفنا امازون نفس الكلام لما تختار قطعه مثلا يعني ما ادري نفس الشرح على الكي بورد رح تلقى انه هنا نيو يوزد في ذا الخيار رح تلقى المستخدم بس غالبا امازون ما هو الافضل في المستخدم والمعاد تصنيعه بتلقى الاسعار يعني كانه جديد شوفها بالا شوف يوزد ب300 دولار هذا اغلى من الجديد استهبل اي باي هو الافضل انا اشوف بصراحة اللي دائما اشتري منه الاشياء المستخدمة واللي فعلا فيه رخص في السعر خليني ذحين اشرح لكم ايش الاشياء اللي تبعد عنها بالنسبة للمعاد تصنيعه خلونا نبدأ فيه لانه اسهلش الماذر بوردات لا ت اتقربها في المعاد تصنيعه لانه الماذر بورد شي حساس قد جربت انا زمان وما عاشت قعدت فترة وضربت الموسات المعاد تصنيعه انا ما جربت لكن توقعي برضو ابعد عنها لانه شي سنسور شي حساس كروت الشاشة المعاد تصنيعه انت وحظك ما رح يقول لك شي ابعد عنه ولا رح يقول لك افضله صراحة خذ مستخدم ولا تاخذ معاد تصنيعه وقدر الامكان الشاشات صراحة ما جربت لكن اللي جرب يكتب لانت جربت تحت حشان يستفيد من بعض لان انا ما جربت صراحة اشتري مع التصنيعه البورس بلايت المعاد تصنيعه ابعد عنها لانه هذا شي حساس كهربائي الهارد اسكات الميكانيكية برضو ابعد عنها سواء مع التصنيعه او مستخدم لانه كذا ولا كذا اصلا سعرها تافه وانا قدر اشتريت مع التصنيعه ووصل خربان اما الاس اسديات ممكن انها تكون خيار مناسب ان الاس اسديات خراباتها نادرة لكن برضو الاسديات طاح سعرها ذحين فاشتري جديد افضل وتضمن اكثر غير كذا عادي يعني معالجات اصلا معالجات ما في معالج تصنيعه ما توقع اه جديد عرضه او مستخدم ما ظن يعيد تصنيعه بس عموما غير كذا يعني من رامات اذا حصلت اه كيسات مدري مراوح كيبوردات اه وغالبا اكثر شب تلقى ماذر بوردات والكروت الصوت كروت شاشة فانا قلتلك ماذر بوردات ابعد انها ممكن تخاطر وتشتغل معاك لكن انا قللك من تجربة يعني بالنسبة للمستخدم من القطع هذه عادي اخذ اي قطعة تباهها مستخدمة طالما انه البايع قريتش يقول سليمة ما فيها مشكلة عادي كرت الصوت انا ساند بلاستر معاك تصنيعه ما شاء الله سليم الى الان خمسة سنين ما في اي مشكلة المستخدم يرجع لضمير البايع غالبا تسعين في المية في اي باي يعني انا قدر اقول وضعهم سليم بتجربتي يعني اشتريت انا مستخدم لابتوب كرت تسعمية وثمانين الماوسات زمان اتذكر قد اشتريت ماوسها كان نادر اسمه من لوجتك نسيت اسمه بس جاء سليم بشكل عام يعني عادي ثق فيهم لكن كذا حتياط شوف تقييم البايع ميزة معاك تصنيعه انه يجيك رخيص يع يعني جديد بس ارخص من الجديد بكثير مثلا انا دخلت هنا على واحد بكش بي سي كامل تقريبا معالج على ماذر بورد على سماع على كرت بس مادرش القطع لحظة المعالج i7 7700K هنا اي ناين ايش تسي بي وفقع الكرتون حقه يعني كرتون اي ناين مو مشكلة وان تيرا بايت الهار ديس كل الاسلاك حقه الباور كيبلز وويرلس هيت ست وريزر كيبورد كرت جي تيكس روين ثمانين اه قديم مرة عموما يعني بي سي بس قطعه قديمة لكن كمعالج كويس على كيبورد ها يعني بورسي بلاي كله بخمسة وخمسين دولار بس ناقص كيس اتوقع لو تحسبها تقريبا هذي الفين ريال الفين ومية فمشكلة انه ما رح تضمان مية في المية انه شغال فهمت يمكن الماذر بورد زي ما قلت لك لانه مع التصنيع فممكن تخرب بعد فترة ما هو شي اكيد على انت وحظك ما ما اقدر اقول لك اي واو لا فاذا مر مطفر وتبت جرب كذا جرب لكن ما في ضمان واضح المبردات المائية المعات تصنيعها برضو ابعد عنها ترمبا ممكن تضمان لانه خربت فعادو تصنيعه اشتري جديد افضل او مستخدم مو مشكلة اذا مستخدم والحالة ممتازة زي ما يقول او very good condition مدرع زي كذا باقي القطع اهم شي شوف الصور ماوس باد كيبورد ماوس شاشة مستخدمة شوف الصور هي الصور اللي تبين اذا هذا الشي سليم مية في المية او خدش معين نقص السعر طز انا لو في مكانك اخذها اذا فرق السعر كبير رامات المعالج ماذر بورد مرة ما رح اخاف لو اخدتها مستخدم لانه اشياء ما تخرب تقريبا اه يعني اذا خربت خربت ما رح تقعد شغاله بشكل وسط او مدزيك اذا ضعيفة كرت الشاشة ممكن اللي يصير فيه نوع من الضعف اذا استهلك في مشاكل التعدين زمان فبشكل عام المستخدم حلو اذا لقيت يوزد في قطع البي سي بشكل عام كلها عادي اخذها اه كرت الشاشة اذا قديم مرة ابعد عنه اذا جديد واستخدم عادي اخذه واذا لقيت بي سي كامل مستخدم برضو رح تلقى رخيص وافضل مو شرط اي باي برضو هنا في السوق المحلي اذا دورت في الموقع العربية بتلقى ممكن بي سي مستخدم حراج او زي كذا بالنسبة لسماعات الهيدفونز برضو عادي انك تاخذها مستخدمة لكن تأكد من الصور انها ما هي مقطعة ما هي حالتها حالة مع التصنيعها برضو عادي لكن اقرى الشرح اذا مكتب مع التصنيعه وشغاله مية في المية خلاص خذها اه فاجابة عن هذا السؤال وتكملته يعني الاخ اللي في البداية قال المدر برضو المعالجي اللي اشتريتهم وقصده على الزيون في زمان اشتري انا معالج انا المدر برض اذا ما اتذكر لكن كانت عادية نفس كانت عندك 99 ما غيرتها فانا اخدت معالج زيون وشبكت عليه على طول ما كان في مشكلة لكن شغالي كان شغال المعالج مستخدم وبس هذا كل شيء يعطيكم العافية شكرا لكم السلام عليكم